تزوج شاب من فتاة ذات خلق ودين ورغم أن هذا الشاب كان صالحا إلا أنه كان متأثرا بأحد أصدقائه المتزوجين ويريد تقليده في أمور كثيرة وخاصة التي كانت بينه وبين زوجته حيث أخبره صديقه أن مساعدته لزوجته في البيت ورقته تنقص من رجولته فكان لا يساعد زوجته ويجلس معها دون حديث وإن تحدث بان غضبه لأدفاه الأسباب ومع ذلك تحملته زوجته ولم تشتكيه لأسرتها بل كانت تتذكر صفاته الحسنة وتنسى إساءاته وفي أحد الأيام دعا الزوج صديقه المقرب وآخرين لوليمة على الغداء وفي الصباح أحضر كبشا مذبوحا وطلب من زوجته أن تعده طعاما لضيوفه فأخبرته الزوجة بأنها لا تعرف كيف تطبخ هذا الكبش فغضب الزوج وطلب من زوجته أن تجهز نفسها لأنه سيعيدها لبيت أهلها وعندما وصل بيت أهل الزوجة قال الزوج لأبيها الشيخ التقي ابنتكم لا تعرف كيف تطبخ الذبيحة ولا حاجة لي بها حتى تعلموها أصول الطبخ رد الأب اتركها عندنا شهرين وسنقوم خلال هذه الفترة بتعليمها ما تجهل وبعد أيام قليلة شعر الزوج بخطأه تجاه زوجته وظل يؤنب نفسه لقسوته معها ومقابلته الودة بالصد خاصة بعدما تأكد أن معاملة صديقه السيئة لزوجته كانت نتيجتها الطلاق وعندما شعر بالشوق لزوجته أرد أن يذهب إلى بيت أبيها لأخذها إلا أنه وجد أن أكبر عقاب له هو الانتظار لشهرين وفي الموعد ذهب الزوج إلى بيت أهل زوجته وقال لوالدها لقد مر علي الشهران وكأنهما مئة عام وأعترف لك بأنني كنت مخطئة ولا يهمني إن كانت تعلمت ما طلبته أم لم تتعلم كل ما أريده عودتها لتنير بيتي خاصة بعدما قرأت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء ورفقا بالقوارير فرح الجميع بكلام الزوج وشعروا بصدقه وعادت الزوجة وهي في سعادة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون تقول امرأة أمريكية أول مرة سمعت فيها كلمة الإسلام كانت من التلفاز وبعد عام من سماع هذه الكلمة استمعت لها مرة أخرى في المستشفى الذي أعمل فيه حيث أتى زوجان مسلمان وبصحبتهم امرأة كبيرة في السن مريضة وكنت ألاحظ على الزوجة علامات القلق والحزن على المرأة المريضة فسألتها عن سبب حزنها فأخبرتني أنها أتت من بلد آخر مع زوجها الذي أتى بأمه باحثا لها عن علاج لمرضها العضال وظلت المرأة تبكي وتدعو لوالدة زوجها بالشفاء فتعجبت لأمرها كثيرا وتذكرت أمي وقلت في نفسي أين نحن من هؤلاء الناس وأنا أمي قبل أربعة أشهر أهديتها زجاجة عطر بمناسبة عيد الأم ولم أفكر منذ ذلك اليوم بزيارتها هذه هي أمي فكيف لو كانت أم زوجي لقد أداشني أمر الزوجة ما شأنها وأم زوجها لتتعب نفسها من أجلها وهي شابة جميلة وتخيلت نفسي لو أني بدل هذه الأم يا للسعادة التي سأشعر بها دخلت يوما غرفة الانتظار فإذا بالزوجة جالسة فسألتها عن سبب اهتمامها الكبير بهذه المرأة فحدثتني كثيرا عن حقوق الوالدين في الإسلام وأذهلني ذلك القدر الكبير الذي يرفعهما الإسلام إليه وكيفية التعامل معهما بعد أيام توفيت المرأة العجوز فبكى ابنها وزوجته بكاء حارة فبقيت أفكر في هذين الزوجين ومما علمته عن حقوق الوالدين في الإسلام فطربت من أحد المراكز الإسلامية كتابا عن حقوق الوالدين في الإسلام ولما قرأته أصابني الذهول من هذا الدين وعشت بعده في أحلام جميلة أتخيل خلالها أني أم ولي أبناء يحبونني ويحسنون إلي حتى آخر لحظة من عمري إن هذا الحلم الجميل جعلني أعلن إسلام دون أن أعرف عن الإسلام سوى حقوق الوالدين فيه فما أعظم هذا الدين والحمد لله على نعمة الإسلام ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين